موسيقى الرابعة صباحا الوحدة بتوقيت جرانتش موجز لاهم الانباء اتكو من القهرة اهلا بكم وجه رئيس السيسي بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين ذلك في اطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كفا خاصة العنصر البشري وإلاءه الاهمية التي طليق به باعتباري اساس بناء الشخصية وتكوين الانسان مما يتطلب منظومة رافعة المستوى للانتقاء والتأهيل تقوم على معيين الموضعية والتجرد والكفاءة والتميز والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي وذلك بما يدعم كذلك جهود اصلاح الجهاز الاداري للدولة ويصهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وصراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية خاصة ما يتعلق بمحور المعلمين حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم وكذا تأهيل مدير المدارس بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توافرها في حامل أمانات هذه المسئولية الكبيرة وجه رئيس سيثي بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص والمساهمة في إطلاق طاقتهم الإبداعية والاستثمارية مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراع في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجه رئيس سيثي باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية الجهاز ودعم عملية التحول الرقمي به وكذا تحقيق الشمول المالي والاعتماد على الاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته وصراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول عرض الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية لسيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة وتقديم الخدمات المالية وغير المالية بهدف تعظيم قدرة المشروعات وجه مجلس الوزراء بالتنصيق الكامل بين كل الوزرات والجهات المعنية لسرعة تسهيل تحرك الشاحنات ومنع تكدسها في المنفذين البريين في أرقين وقسطل على الحدود المصرية السودانية كما صدق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوري على تنظيم وصول الشاحنات إلى المناطق الحدودية بنظام التفويق بتجميع الشاحنات في أصوان للمتجهين إلى منفذ أرقين البري وفي أبو سنبل للمتجهين إلى منفذ قسطل البرية مع تقديم كل أنواع رعاية الصحية بأعلى مستوى وخدمات الإعاشة والتغذية لجميع سائق الشاحنات وذلك على أن يتم تحريك هذه الشاحنات وفق نظام التفويق بالأعداد التي تتوافق مع طاقة المنفذ أكد رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لن يشارك في مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي تبدأ الأربعة المقبل واعتبر ترامب أن الأمريكيين يعرفونه جيدا مشيرا إلى أنه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسه في الصباق إلى البيت الأبيض وأشهد ترامب بما وصفه بأنه سجل ناجح جدا حققه عندما شغل منصب الرئيس ختم المجازوة لمزيدا من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترانيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة شكرا لكم على تطيب المتابعة لكم مني تحية أنا أية عبداللطيف اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر